نروح لمشهد تاني العالم كله مازال بيتابعه طبعا اللي حصل في الات المتحدة الامريكية وغاية النهار ده طبعا تفتح قنوات الاخبارية تشوف التوابع ما حصل طبعا قدام الكونجرس واقتحام الكونجرس وكان طبعا التعليقات والتأرير الكتير خالص طبعا بخصوص يعني ادي الديمقراطية ودي المعايير المزدوجة ودي حول انسان وتكلمنا كتير في القصة دي لكن التوابع بقى أو التدعيات اللي حصل دي بتزيد يوم بعد يوم واحتمالات بيتعامل معها الدواء الامريكية دلوقتي بقلق وخوف شديد بمعنى انه متخوفين بشكل كبير ان حفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن المقرر ليكون يوم 20 يناير يكون مصاحب أو يكون فيه احداث الشغب مع كمان التوتر اللي زاد بشكل كبير خلال الايام اللي فاتت مع دعوة انصار ترامب بيقولوا ان احنا عايزين نتظاهر قدام مقر تويتر بعد ما تويتر طبعا حزف ادارة حسب يعني عمل بلوك لحساب ترامب وعدد من تابعي معاوني ومستشاري سواء السابقين او الحالية حالة من الاستنفار الامني كمان قدام مقر تويتر